نحن نتعلم في الدرس للأكسيون ميكانيك وعندوزو لنسيون لفرس أول حاجة شنه هي لفرس لفرس إيه تير ميكانيك يعني تكون بين واحد الاكتور وواحد هاد الاكسيون ميكانيك اي موضيليزي باق ايه كنسميوها فرس يعني كنمثله او كنعرفوه بواحد لفرس هاد لفرس نطي جنرالما اف لفرس كنسميوها اف لانك تبدأ با اف لكن على حسب التيميكانيكي قل نسميوها يختلف دير l'action meccanik إذا كان الأaction ميccanik كنخطة لكت Pearl ثم بيكتراكة Straw링 سهلا كشيفة متعلقة باحل البوت مع حالا نضغط على الوصف نحن على وضع الوج 한다 نضغط علىини المعارض نضغط على الوصف الدى التقديم أنه ينتظر على الولوج في هذا المعارض يسمون الوصف ويوجد الهجوم عليك مبلغك على التجاج ويوجد اليشفاء اثناء التجاج ويوجد الهجوم Alexander فريد اثناء التجاج ثم ثم نساعد الجثة كيف تظهر سيكون كيف يكون ما هو الاتجاج يوجد التجاج مع القوة فنجح هذا الدرغم التعريف للديركسيون يقول لي هو اللي يمشي مع القوة إذا القوة للشخص كتدفع في هذا المنح هذا أو في هذا لديركسيون إذا الديركسيون غضيكون هاد لدروات ما يدوز من A أو أوفوقي إذن ممكن نعرفه ونقول لدروات هوريزونتال يقوم بإمالة نتجدل من البناء ديمني من اللي كنبغي نعرف لدروات خسننجوج دير النوقات النقطة الأولى كانت كنتسيزن والنقطة الثانية ممكن نختارها ولا تنقول هوريزونتال ولا vertical هنا la vertical la droite horizontal horizontal وفقي qui passe par A شوفوا الحالة الثانية لاحظوا معايا الشخص qui هز العلبة من le point C donc le point d'application هي C إذا la direction هو qui هز الفق إذا la direction يكون la droite vertical qui passe par C ولا ممكن نسميها la droite B C la direction ممكن نقول la droite B C الحالة الاخيرة لاحظوا qui دفع من B في الاتجاه donc هنا نحدد le point d'application هي le point B ولا direction نقول la droite horizontal qui passe par B ولا la droite B A إما la droite horizontal qui passe par B ولا la droite A AB ثم ندازل le sens le sens coïncid avec celui de l'action modélisée إذن هو qui مش لنا مع المنحد القوة هاد القوة مثلا اللي كي طبق هاد الشخص في حالة الأولى فين كيدفع كيدفع من A نحو B donc le sens ديالها كنعبر عليه بهاد la فليش هاد اللي كي مش من A نحو B هاد الحالة التانية كيهز من C نحو الأعلى فليش لنحو لنحو فليش 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 لنحو لنحو vers B بالنسبة لحالة الثالثة اللاهظة انه كيدفع من B نحو A دونك le sens عيكون de B vers le point A دونك هكا كيفاش كنعرف le sens ثم آخر حاجة بقاتل لنا هي l'intensity شنه هي l'intensity شنغون دوغ فيزيك نوتي F إذا ماذا نحسف F كنحييد المتجهة صن unit international الو نيوتن الوحدة ديالها العالمية هي نيوتن سو مزير اذيك الديناموماتر كتقاس بالديناموماتر هاو أمامنا الديناموماتر كنلاحظوا ان فيه واحد أبقام وعدنا واحد قوي هي اللي كتبين لنا القيمة شعال وعدنا واحد الخير هو اللي كنربطه فيه الجسم اللي بغينا نعرف لفرص دياله لبي عندنا هذا الماس دابا الى طلب منكم وكتلكم يعطوني الكاركتريستيك دياله لفرص اللي خاض عليهم هاد لصوليد هاد قولي ان هاد الجسم هاد هو قانال الجوج ديال التأثير الاول هو تأثير ديال الخير ان الخير تشاد دم من الو وكيجر الفوق وكينا اكسيون ميكانيك اخر ديال الارض ان الارض تطبق تأثير على الو صوليد في الو دم لفرص اللي اللي ديال لفرص نسميها برقز الف اللي اسمنا الف اول حاجة نحدد لها هي الو point d application ديال لخيط هو القوة ديال اسمية الف اذن الو point d application ديال الو point a و la direction ديال الو عكون هو دا المستقيم اللي كي يمشي في الدجاه ديال القوة الو نحو الاعلى و l intensity ديال ه قادي نحسب ها هي هد la valour indiqui par legui donc هي جوج newton لاحظوا معايا قدر يكون عدنا شي valour هنا مثلا جوج ولا تلا سا فحالة اللي كان عدنا عدد هنا كنضرب ه في القيمة اللي كتشير ل legui ديال لك هنا عدنا جوج و دائما le point d'application ديال B هي G donc le point d'application هي le point G ثم la direction كاللاحظ هو la vertical دي من la vertical qui passe par G العمود اللي كمار من G و ممكن نسميه رضوات A G لأن هد العمود را paraleel و la confondi مع A G ثم le sens de G كتشير B العكس ديال لولا ثم l'enton c'te ما نقدرش نحسب ها علاش لأن هاد la valour اللي كي يعطين الدين موماتر ديال الخيط مش ديال B هاد شعش هند و نضوض الدرس الموالي اللي هو L'E KILI بد نصول ديال SOMI A